هكذا كانت اللحظات الأولى وهكذا كانت نهاية الحدث وبداية التزاماته تصفيق حار وتهان متبادلة فالجميع هنا فائزون ليس وحدهم بل العالم الذي احتاج لأكثر من ثلاثة عقود للوصول إلى تلك الالتزامات والتعهدات في مواجهة التحديات المناخ ومحاولة الحفاظ على كوكبنا أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون هناك هذا يكون مكسه أكثر وكلمة كما يتقل على 1.5% من أجل أننا أجل قبل هذا هو حيث يجب أن نحن الآن نحن الآن بعد 28 سنة في مواجهة أين حينما يشاهدون أعظم نحن 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 من الضوء إننا نحن 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 لبا كوب 28 نداء الأرض وكسر جهود العمل المناخي باختتام فعالياته باتفاق الإمارات بمشاركة ممثلي 197 دولة في مواجهة التحديات المناخية بتحقيق هدف الحفاظ على ارتفاع الحرارة عند درجة ونصف مئوية هذا الرقم الذي تحول إلى هاجس لدى العالم بأكمله دولا ومنظمات ونشطاء سعيا لتدارك أزمات تغير المناخ التي تهدد مستقبل العالم بكوارث لم يشهدها من قبل وانتصار كوبا اليوم هو بمثابة باب للتغلب على هذا الهاجس الذي يؤرق العالم تعهدات كوب 28 طالت للمرة الأولى النظم الغذائية والصحة والطاقة المتجددة وتجاوزت الالتزامات المالية التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المالية الدولية والأهلية مبلغ 83 مليار دولار حياد الكربون هو الهدف الأهم الذي يسعى إليه العالم مؤخرا وهو القضية الشاغلة للعالم بأسره وأكبر التحديات التي تواجهه ورغم تباين الآراء والتوجهات الدولية واختلاف رؤى كل دولة على حدة في كيفية تحقيق هذا الهدف نجحت رئاسة كوب لهذا العام في وضع اختلاف الرؤى جانبا والتركيز على العمل المشترك هنا برز دور الإمارات ورئاسة مؤتمر الأطراف فالدفع باتجاه التوافق على أهداف علمية ومنهجية ومنطقية وتمكنت الأطراف المتباعدة من الالتقاء ثم الاتفاق على نقاط شكلت اتفاقا تاريخيا أعتقد أنه كان مؤتمر جداً من المؤسسات الكوب ودكتور سلطان الجابر ومؤسساته يجب أن يكون مؤسساته ولكن ما يستطيع فعله كوب 28 رسم الطريق في المعركة ضد تغير المناخ وقدم مدى التصحيح المطلوب لتحقيق الهدف المناخي الأكثر طموحاً في العالم وهو عدم تجاوز ارتفاع حرارة الأرض درجة ونصف الدرجة المئوية become the drivers of a new economic age.